الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاري الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقاءنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب الثامن والأربعين بعد الخمسمائة باب رمي الجمار في هذا الباب حديث واحد والثالث والأربعون بعد ستمائة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ومعنى الحديث أن رجل سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن وقت رمي الجمار الثلاث عدا جمرة العقب قال إذا رمى إمامك فارمه بهاء السكت فارمه أي إذا رمى أمير الحج فارمي جمارك لماذا؟ لأنه خشى أن يخالف فتحدث فتنه مع أن الأمر فيه سعة واسعة أعاد عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا يعني نترقب زوال الشمس ونرمي من بعد الزوال بعد الزوال هذا الحديث يذل على مسرورية رمى الجمار الثلاث وهي واجبة عند الجمهور وقتها من الزوال إلى الغروب لقوله فإذا زالت الشمس رمينا ابن عباس رضي الله عنهم يقول أن النبي صلم رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس طب وتأخيره إلى الليل جائز مع الكراهة اتفاق أما تقديمه قبل الزوال فلا يجوز عند الجمهور لكن عند غيرهم يجوز عند أمير الحج عطاء ابن أبي رباح فإن رمى قبله أعادها اتفاق هذا عند الجمهور ما قبله أعادها فإن مضت أيام التسريق وغابت الشمس من آخرها فات الرمي اتفاق فات الرمي ويجبر بالدم طيب إن تركها كلها أو بعضها أو واحدة منها عليه دم أبو حنيفة قال إن تركها كلها عليها دم عليه دم وإن ترك واحدة فصاعدا فعلى كل جمرة إطعام مسكين نصف صاح حنطة الوشعير يعني أو القمح إلى أن تبلغ دما يترك الجميع إلا جمرة العقبة من تركها فعليه دم شفع قال في الحصاه مد وفي الحصاتين مدان لكن الجميع بيفعل هذا وبيرمي لكن عندنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه والأمر فيه سعة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا